ما لم تسمعه وتشاهده من قبل توقعات نارية لسيدة الإلهام ليلى عبداللطيف مرحبا بكم متابعين الكرام هذه حلقة جديدة من حلقات توقعات ليلى عبداللطيف بدأت ليلى عبداللطيف توقعاتها لأمريكا وقالت أنه للأسف الشديد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون أمام عدة أحداث ومشاهد صادمة سواء من جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أمنيا واقتصاديا أو من خلال نكسة ستكون أشبه بالكارثة الحقيقية وهو زلزال أو إعصار مدمر سيضرب منطقة شاسعة وكبيرة ستطول كذا ولاية أيضا ستعتبر الكارثة هذه من أكبر الكوارث التي حدثت في تاريخ أمريكا أيضا سنرى الأنظار متعلقة ومجدودة ناحية مياه البحر الأمريكية مع حصول هذه الكارثة بمعنى أدق الذي كنا نراه في الأفلام من كوارث وزلازل وفيضانات للأسف سيتحول لواقع مؤسف جدا بعيدا عن السينما والأفلام أصبحنا نراه على الأراضي الأمريكية أيضا ستكون قوة الإعصار من سبع لتسع درجات وللأسف الإعصار الكبير هذا ينتج عنه وقوع ضحايا كثيرين سنرى أناس كثيرة مشردة ونازحة وسنرى أناس يطلعون من تحت الأنقاض المنكوبة ونرى أيضا دول العالم تتأهب لتمد أمريكا بمساعدات مالية ومعنوية خلال هذه الكارثة المؤسفة في الفترة القادمة وسنرى أننا سنكون أمام خطر كبير جدا وهو أن الأراضي الأمريكية وبعض الدول المجاورة لها ستكون مهددة بوقوع مذنب أو نيزك آخر شيء في أمريكا أنه سيكون البيت الأبيض الأمريكي حديث الناس والإعلام لحدث ما يخص أمريكا أيضا تكلمت ليلى على أن دول العالم كلها خائفة من حدوث حرب نووية أو بمعنى أدق خائفة من حدوث حرب عالمية ثالثة للأسف الحرب الروسية الأوكرانية هي حرب مستمرة وسنشهد خلالها الكثير من التطورات والمفاجآت الصادمة وأن رقعة هذه الحرب ستتوسع لدول أوروبية وغير أوروبية أيضا سنرى إنجلترا والصين في قلب هذا الحدث خلال الفترة القادمة ونرى الصين تدعم روسيا وسيكون الرابع الأكبر في هذه الحرب هو الحلف العربي نعم سيكون حلفا عربيا روسيا وصينيا وهذا لأن أحد الدول العربية ستشارك بشكل فعال وتدعم الحرب في أوكرانيا أيضا سنرى أعلاما روسية وصورا للرئيس الروسي بوتين مرفوعة في هذه الدولة العربية كيف يحدث هذا بصراحة؟ ليس عندي أي علم لكني أرى أن القوى العالمية في روسيا ستكون بأيدي روسيا والصين من الناحية الاقتصادية وأيضا الولايات المتحدة لن تكون مكتوفة الأيدي وتكون كل الأبواب مشرعة وعلى جميع الاحتمالات أيضا المشهد الروسي الأوكراني القادم بخصوص الحرب سيشهد الكثير من التغييرات في أسليب القتال ونرى مقاومة داخلية أوكرانية وأيضا شركة ستخوض الحرب على الأراضي الأوكرانية بمعنى أدق أنه ستساند إحدى الدول الأوكرانية ضد روسيا أيضا بسبب مساندة الدولة هذه ستجعل مهمة الروس صعبة ومستحيلة وسنرى الرئيس الروسي في موقف حرج جدا وفي حالة انزعاج شديد خلال الفترة القادمة وهذا بسبب حدث الأمني تكون له تداعيات بارزة ستجعل القيادة الروسية في حالة من الارتباك والتوتر الشديد في قلب روسيا وأخيرا نقول أن الحرب هذه ستؤدي إلى وقوع خلافات حادة بين بعض الدول الأوروبية مع توتر كبير بالعلاقات ممكن أن يصل للمواجهة وأيضا روسيا لن تكون بعيدة عن هذا الحدث أيضا تحدثت ليلة عبداللطيف عن السعودية وقالت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيكون خلال عام 2024 هو الراعي الأبرز للسلام للدول العربية بدءا من اليمن وصولا إلى كافة الدول العربية التي تعاني اليوم من الأزمات والصراعات والحروب ومنها لبنان وسنشهد استقرارا أمنيا يبدأ مع اليمن ويتوسع استعدادا للدخول في مرحلة السلام القادمة بإذن الله وهنا لا أستبعد أن يكون بن سلمان هو عراب المصالحات ولم الشمل الدول الخليجية والعربية من جديد ويعمل على توحيد الصفوف لمواجهة كل الصعوبات والأزمات والخلافات الطارئة في الشأن الداخلي والخارجي أيضا المملكة العربية السعودية بما لديها من وزن وثقل عربي ستمتلك مفاتيحا كثيرة من الدول العربية وتكون جاهزة وحاضرة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمساهمة والمساعدة في بدء عمليات البناء والإعمار والاستثمار في هذه الدول التي عانت من ويلات الحروب أيضا الربيع العربية التي عانت من أشواكه أكثر من دولة عربية ستتكسر هذه الأشواك قريبا جدا تحت الوزن السعودي عامة والعربي خاصة إلى هنا متابعين الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء